الفارس الأبيض رقم الزمالك طيب برنامج بتاعنا بيرصد كواليس زيارة فرجاني ساسي إلى مصر وحقيقة عودته لنيادي الزمالك علنا كده حبة أخبار حصرية لرقم عشرة تعالوا نشوفها بالتفصيل طيب فرجاني ساسي طبعا الدولي التونسي فرجاني ساسي لعيب الزمالك السابق وهو لعيب الدحيل القطري الحالي ونحط خط تحت لعيب الدحيل القطري الحالي ليه حنعرف بعدي تمام تمام بيجي القاهرة تقريبا من كم يوم كده في زيارة لمصر بعدما الموسم هناك في دوري القطر بينتي جاي مصر في زيارة وطبعا الدحيل القطري بنباركلو عشان هو فاس بلقب الدوري هناك تمام الراجل فرجاني ساسي عايز يروح يزور صحابه وزميله السابقين في نادي الزمالك ده رقم واحد رقم اتنين في الايام اللي فاتت فرجاني ساسي التقى اتنين محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك السابق وفيوتشر الحالي كان زميل طبعا ليه في فترة وجود فرجاني ساسي بيه الزمالك وكمان التقى بيه محمود علاء المدافع لزمالك المعار الى التحاد السكندري تمام تمام وطبعا الصورة ما بتجدبش يعني الحوار دار ما بين التلاتة على ايه؟ على مصير كل واحد منهم جنش قال لساسي انه هو مستمر مع فيوتشر ده بالنسبة لجنش محمود علاء بيؤكد عن عودته لنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري وانه هو لن يخرج ليه الاعارة مجددا يعني جنش مستمر وعلاء حيرجع تاني للاعارة لنادي الزمالك ده رقم اتنين تمام تمام رقم ثلاث الدولة التونسي بقى بيؤكد ليهم لزمالاته الاثنين انه بيفتق طبعا اجواء الدوري المصري بيقول انه هو الدوري المصري ليه اجواء يعني فيها خصوصية وانه كمان بيعتبر الدوري المصري من اقوى الدوريات العربية على المستوى الجماهيلي بيفجر مفاجأة وهي ده اللي احنا عايزين نتكلم عليها ويني تيتلها انه هو المفاجأة بتقول انه هو حيوقع اوقع خلاص مع نادي قطري جديد حينتقل ليه بداية من الموسم المقبل بيقطع بذلك اي امال حول عودته تاني للدوري المصري من بوابة نادي الزمالك في الفترة المقبلة وفقا بيعة للمصادر بتاعتنا في رقم 10 النادي اللي وقع ليه فرجاني سايسي هو نادي ايه؟ نادي الغرافة القطري ده خبر حصري لرقم 10 طيب رقم 4 فرجاني سايسي كان من مفترض انه يتواجد في مران الزمالك يوم السبت السبت النهاردة عشان يقف جنب زمالك ويدعم زملاء والسابقين في الفريق ويشوفهم قبل ما يرجع يغادر القاهرة خلال الساعات المقبلة لكنه ما كانش يعرف ان موعد التدريب في نادي الزمالك يعني اختلف الزمالك ده تبيه فريق بيتدرب الصبح فهو للأسف تخلف عن الحضور النقطة الخامسة اللاعب التونسي بينتظر جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة علشان نعمل ايه؟ علشان نحسم جميع الامور الخاصة بمستحقاته السابقة هو لي 650 الف اورو تم الاتفاق على حصوله عليهم بشكل ودي بعد الشكوى اللي كان هو تقدم بيها ونادي الزمالك في المقابل طعن عليها تمام تمام اخر نقطة معنا في زيارة فرجاني ساسي دي القاهرة وانباء ما تردد من انباء حول عودته للزمالك خلاص احنا قلنا ان هو وقع لنادي الغرافة القطري هو بيقول اللحظات دي حتى اللحظات دي لم يتواصل اي مسؤول من جانب نادي الزمالك مع فرجاني ساسي اللاعب يرى انه في حال عدم التواصل معاه حيمشي حيكمل اجستو حينضم الى ناديه الجديد حيطرق بقى الامور في يد المحكمة الرياضية الدولية لما تحكم لي من جديد حينتظر وقتها تواصل مسؤولي الزمالك معنا احنا تمنى طبعا ان الموضوع يعني يمشي بشكل ودي ما بين فرجاني ساسي ويلاعب وينادي الزمالك طيب ده بالنسبة لكواليز زيارة فرجاني ساسي الى مصر اشتركوا في القناة